شهد محافظ البحر الأحمر عمر حن في إطلاق مبادرتين الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وابنها البدري بمحافظة البحر الأحمر وينظم المبادرتين الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وأكد محافظ البحر الأحمر أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمنظمات المجتمع المدني وتحرص على مشاركتها مؤسسات الدولة في المبادرات المختلفة مشيرا إلى أن أكبر دليل على هذا الدعم يتمثل في تقصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني هذه أول محافظة نطلق فيها المبادرتين بعدما أطلقناها من متحف الحضارة تحت رعاية رئيس الجمهورية نحن هنا في البحر الأحمر أول مبادرة نطلقها هي مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة دي بتقوم على أن احنا بنعظم أهمية الألف يوم الذهبية الأولى في حياة الطفل اللي هي بتشمل فترة الحمل زي أول سنتين من عمر الطفل